السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معي في فيديو جديد وهو عيش البطاطس. عيش البطاطس يعتبر وجبة فطار او عشا موفرة ومغزية جدا. وزي ما عودناكم علشان ما انتقولش هنخش مع بعض على طول الفيلم ادير. دول حوالي ست او خمس بطاطسات مسلوقين. وعليهم شوية ملح وشوية كمون. مش كتير طبعا. اه معايا هنا نص كباية لبل. معايا كبايتين دقيقة. احتمال محتاجهمش كلهم. معايا معلقتين سمسم. ومعايا اه حوالي اه معلقة اه بكنت بودر. اه معلقة ملح. ودول حوالي تلات معالق زبدة وعليهم تلات معالق زيت. برضو مش هستخدمهم كلهم. هعملها. هجيب الهراسة بتاعتي. وههرس البطاطس كويس. اوي اوي. لازم تتعجن تماما. ههرسها. اه هرجع لكم. شايتين يا جماعة البطاطس اتهرست معايا. وبقت نعمة اوي ازاي. تمام. خلاص بعد ما خلصت هرس البطاطس. هبدأ اني انا احط عليها شوية ملح. بس مش كتير. ليه? لاني انا اصلا كنت حطى ملح. وانا بسلقها. هجيب معايا معلقتين سمسم. على فكرة انا شفت الناس قبل كده. بتحط آآ زعتر. وفي ناس بتحط بقدونس. تمام? وفي ناس بتحط آآ حبة البركة. دي حاجة حسب الرغبة. معايا هنا معلقة باودر. هحطها. علشان خاطر تخليلي العيش او الفطيرة آآ نوعا ما طريقة او هشة. هحط هنا اللبن بتاعي نص كتباية. ما ينفعش حط الدقيق قبل اللبن. ليه? لان على حسب مقدار الدقيق آآ على حسب مقدار اللبن مع البطاطس. انا هزبط الدقيق. تمام? فاضل عندي الزبدة. ممكن احط حوالي معلقتين. وممكن ما احتجش المعلقتين كلهم. تمام? انا بقى اللي بصور فاعذروني لو التصوير في حاجة. هقلب كل دول مع بعض. وآآ حخلطهم كويس قوي. وبعدين هرجع لكم تاني علشان نحط كتير. انا دلوقتي هرفت البطاطس مع السمسم مع نص كباية لبن مع شوية ملح صغيرين قوي. آآ مع معلقة بيكينج بودر. عايز اقول لكم من انا لم جيت ادقها دلوقتي لقي الطعمها حلوة قوي قوي. على فكرة ممكن اني انا اعملها كده فالصمتشات للأولاد. او آآ من غير طبعا البيكينج بودر. لو انا مش هكمل آآ في طيورة البطاطس. انها دلوقتي هحط عليها آآ كباية دقيق. بس عايز اقول لكم ان انا معلش هستعمل حاجة اكبر شوية. علشان اقدر ان انا اعجنهم كويس. آآ وطبعا انا الواحدي فانا معلشي آآ حسبكم لحد ما حط الخليط بتاع البطاطس هنا مع الضيق وعجنهم مع بعض كويس. وارجع لكم تاني. نص الكباية دي او كباية دي انا هحتاجها بس على حسب بقى آآ ما تطلع معي. وخلاص يا جماعة خلصت العجين بتاعي. حطيت على فكرة كبايتين الضيق وكمان زودت عليهم رابع كباية. علشان اقدر ان انا قلم العجين وبصوا شكلها معي اهي. بصوا اهي. بتتمسك ما بتلزقش في الايدان بتلف معي كويس قوي. اهي. ولمتها بشوية زيت وده شكل العجين معي. العجين ده ممكن ان انا اشتغل به دلوقتي على طول. وممكن ان انا اخليه في التلاجة حوالي نص ساعة. يريح بس معي شوية. وبعدين ابدأ اعمله. انا هغطيه بستريتش وهدخله بتلاجة نص ساعة يريح وبعدين هنرجع نعمل مع بعض ايش. خلاص يا جماعة. اهي طلعتها من التلاجة بعد حوالي نص ساعة. المفروض ممكن زي ما قلت اشتغل بها عيني. المفروض اني انا بطلعها كلها وبفردها بالدقيق. بس بصراحة انه مش هعملها كلها. انا هعمل دلوقتي حوالي آآ تلات آآ خطير بس او اربعة علشان يعني اغريكم انا بعملها ازاي. لان هي المفروض بيتاكل سخنة. فلو برتد بصراحة مش هيبقى ليها اي طعم. تمام? انا اخدت كورة كده معي. متوسطة. انا مش برقاقها قبل. اهي. لنها بقيت الزبدة اللي كانت فايدة معي. هزهن. سمنة بسيطة قوي. مش كتير. انا مش عايزها هتعمل كده في الزبدة. اهي. وبعدين هجيب الفتيرة اللي انا عملتها. معيش بقى انظروني. مش بمتقل في التصوير. اهي. مش هتاخد مني اكتر من آآ دقيقة واحدة بس. ممكن دقيقتين كمان. مجرر بس ما رقيها مسكت نفسها كده على النار. هقلبها على طول الناحية الثاني. ممكن ادي الوش الثاني. زيت بسيط كده. ثلاثة يا جماعة. اهي. لبها على الوش الثاني. هجيب زيت بسيط كده. او اللي سمنا مع الزيت. بسيط برضه. ثمان فاقص تكون التصوير تخمت. ما بتتأخرش زي ما بحطها اول مرة. عايز اقول لكم على حاجة. بعد ما شيل الفتيرة دي. هجيب منديل. انا حواليكو طبعا. وهمسح التوصة. ليه? علشان الديقيق اللي بينزل او السمنة او الزيت او الحاجات دي. بتتحلق. فممكن تديني. اه فتفيد كده لونها اه صمرة او لونها ايه سود. مش مش هتبقى شكلها مطيف. في ارواح ان انا ما بين كل واحدة والتانية. لازم بمسح التوصة بتاعتي. اه كويس. بشيلها وبحطها في الطبق. وزي ما قلت لكم. هز اللي انا. انا ضبط التوصة بتاعتي كده بسيط. هنبصوا. ده بقى استنى اللي هي اه او الزيت. بس خليبيني كبه عشان تبقى سخنة. وبعدين بجيب. برضو حاجة بسيطة كده. اهي. واه. احط. تاني واحدة معي. انا زي ما قلت لكم مش هعمل كتير. هعمل اهي ثلاثة بس او اربعة. اهي. وحسن اعمل نفسي اللي عملته المرة اللي فكت. اهي يا جماعة الثانية. اهي. تمام. اهي. بحط. ثمنة بسيطة كده. الزبدة البسيط كده. وحفظة لعمل كده لحد ما خلص الكمية اللي عندي كلها. بس الكمية بتاعتي. انا عايزة اغريكم شكله عامل ازاي. بصوا. اهو. وزي ما قلنا. ايه انت عربت فضار او عشان. فعنكم باية الشاي بلبن. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم ويتقابل في الفيديو القادم انا عجب.